لتفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير يعني ايه تفاصيل صغيرة ومعنى كبير سمان دايماً بنأكله مشوي هتجيب جوز سمان حلوين ونختارهم يكون وزنهم كبير يعني أو وزنهم زيادة شوية يعني السمانات تكون متغزية كده وزي الفل بتشوفيها طبعاً بالشكل ده كده بيتفتح من دهراء ومعانا طبعاً بصل ويتوم رز بسمتي تشكيلة من الخضار إذا كان جذر أو كوسة، طماطم، فلفل، ملون وزيت زيتون طبعاً الأكلة دي بارئة من الزبدة والسمنة هتقولي ليه يا شيف مغازي الكبسة لازم سمنة ولازم زبدة احنا متفقين على مبدأ احنا بنعمل الأكل اللي نفسنا فيه ولكن بطريقة صحية ونهرب من الدهون اللي موجودة فيه المحتوى بتاع الأكل بنعمل عملية أبحاث عليها كده ونهرب من الدهون ونعمل نعمل الكبسة ونعمل المعالي نعمل البسبوسة زي ما احنا عايزين تعالوا اشتغل في الكبسة معهم لسا نشوف المعادير طيب سمان تشكيلها من الخضار اذا كان جزر او كوسة فلفل ملونة طماطم كل ده مع بعضه ما ننساش التوم ده اساسي معانا ومعلاقة من الجنزبيل بتدي تستعالي ليه الكبسة والبهارات العربية اللي هي عنوان الكبسة نعملها بقى رجيم نعملها ضاية نعملها صحية نعملها دسمة المهم لازم يكون معانا توابل بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها خلونا اشرح توابل الكبسة كل ما تيجي سرت الكبسة الكبسة عنوانها التوابل العربية اذا كان لومي اللي هو اللامون الجاف فيه منه الاسود واللون الجميل الحلو لحضراتكم شايفينه ده كده او القرفة اللي هي الدرسين او الحبهان اللي هو الهيل او القرنفل اللي هو المصمار وورق اللورة اللي هو ورق الغار مع الملح والفلفل اول حاجة هبدأ بيها اتبل السمان عشان ياخد صدمة نرية حلوة يقومي الرزي بطعم السمان خلوا بالكم معانا السمان حلو جوز السمان حلو قوي زي الفل تفتح ضهره تغسل بالشكل ده كده نجيب الضهر الحلو ده كده السمانية حلوة زي الفل ممكن يكون جوز السمان دولة خمسة ستة سبعة تمانية مش هيقوله لأ حسب عدد افراد الاسرة ما فيش اي مشكلة هنشيل دي من هنا خلاص مش عايزنا البهارات بتاعتنا اللطيفة الجميلة اساسي فيها ملح وفلفل بالشكل ده كده ونمسك السمان ده يا استاذ محمد ندلعه ونتوسط به شوية هنتبل السمان بتاعنا نتوسط به في التدبيلة شوية لان انا هنا ببحث وبكتهد في ان انا عيش شوية شربة علشان الكابسة ما انا ما عنديش شربة لحمة ضاني ما عنديش شربة كوارع ما عنديش شربة كاللحمة كاندوز ما هي الكابسة يعني شربة نغلي لحمة ونغلي دجاج ونحطها على النار ناخد الشربة بتاعتها والمرج بتاعه نجبس فيه الرز مع اللحمة والدجاج ده المرخص الشافوي لعمل الكابسة انا هنا بحاس علشان اجيب شوية شربة من السمان اللي معايا ده حطيت بهارات ملح وفلفل وحطيت شوية جنزبيل لطاف زي الفل وهنمسك السمان كده بالشكل ده كده معانا توم طازة كمان هوا زي الفل حالو قوي اه ونمسك بطن السمانية كده عشان ميباش فيه زفارة السمان طالما اندبح كويس وتنظف كويس ست الكل ويتغسل بمية ساعة السماناية تتغسل بمية ساعة وهي سليمة غسلتيها وهي سليمة افتحها وتكل على الله ايه ده السمان جاهز معانا زي الفل ده بعد التدبيل الواحد يأكله ناية مش محتاج لوقت من التسوية خالص حالو الكلام لغاية كده زي الفل حل على النار شديدة الحرارة بالشكل ده كده استخدامنا للمادة الدهنية لا زبدة ولا سمنة زيت زيتون مع علاقتين صغيرين خلي بالك التفاصيل هنا معايا حل على النار فيها بوكي جرني مخرجنا الجميل اذا كان جزر او كرافسة او بصل او توم كل ده بيغلي مع بعضه الشربة الحلوة اللي معايا دي كده اه اه الشربة دي فيها اه فيها كرافس فيها حبهان فيها ورق لاورو فيها توم كل ده بيغلي في الحلة علشان عايش شوية مرأ حلوين قوي الله على الصورة الحلوة الصورة بتتكلم مصر على الشاشة وموجودة على السوشيال ميديا معانا بصل بصلتين حلوين كده زي الفل انا عايز البصل كمان شخصيته الداني مع الكبسة حلو اه شريح الله مصلى عن نبي انا بحب البصل اللاحمر دايما في المطبخ في الاكل يعني الاتنين زي بعض بس اللاحمر شوية بيفتح النفس كده بيخلي الواحد ايه يتعامل مع البصلية الحمرى دي بشخصيتها قوية اه خاصة بعد ببططها بيبان جمالها اه الله مصلى عن نبي التعطيعة دي مهمة جدا انا هاخد البصل دي عم الشيف مع الزيت اللي بيسخط دا كده بس تركيات المغازي بيعمل ايه بقى؟ بيحط التوابل كده علشان الشاقة بتاعة الزيت اه القرفة كده لما تنزل تتحمر شوية الزيت ياخده طعم القرفة هيقول لك يا مغازي السمان يتعامل بالخضار ده الجزر اللي واحده عايزه ساعة على النار يا رجل يا طيب حلو الكلام وشاهد شاهد من اهلها الجزر دا انا سلقه تلت تربع سوى المخرج بيسألني بيقول لي مش نعمل الحاجات دي في الحلقة يا شيف وانا بحضر يعني المزنبلاز بيسمقوه مصطلحات الطاوية فقلتولي يا مخرجنا الجزر دا بياخد وقت كتير في السوى في ايه المشكلة لما اخده غلوة على النار في الحلقة يا بوكيجر دي دا كده ويبقى معايا تلت تربع السوى يوم الوقت بتاعنا ايه يسوى بسرعة الدليل على كده نبسك الجزرية اهي شفت الجزرية اهو جاهزة اهو الناس اللي بتسأل ويقول لك الكبسة بالخضار جزرية سلقتها تلت تربع سوى اه زي الفول اه تمام اصبح ان الجزر مهيئ للسمان طب الكوسة لا بالعكس الكوسة بتستويه في نفس الطايم معنا في ليف لملونة نفس الموضوع خلاص كده السكة ماشية مع بعضيها علشان اللي بيسأل يقول لك ازاي كبسة بالخضار وحط لها جزر الجو اللي احنا عارفينه دا كده هنأمل ايه بايا عم الشيف هناخد السمان زي الفل اهو بالشكل دا كده اول حاجة تنزل على البصلية كده عشان بطن السمانية تاخد التوابل العربية اهو شفت الحركة دي مهمة جدا خلي بالك اهو اهو الله هو دا يشيف السمان هنا بيتحمر التوابل وعشك التوابل بيخش في لحمة السمانية ننزل قرن الفلفل الحارده كده عنوان الكبسة فصين توم حلوين قابلونا في الطريق باية البهارات هاخدها زي ما هي كده احطها على وش السمان مكان ما تبلت اهو زي الفل واغط الحلة دي هسة حلو قوي لغاية لما السمان يتشمع بالتوابل اللي انا قلتها من شوية التوابل اللي احنا حطناها على البصلة بتاعتنا والزيت مع التوابل العربية اغطيها ولا ما اغطاش اغطيها اهو نجي للخضار بتاعنا اهو معانا كوسة معانا طماطم معانا فلفل ملون نقطعه بشكل لطيف بما ان النهاردة الاكل صحي فلازم ان انا اخدم على الاكل باعمل كابسة زي ما اغلل الاخ على من شوية ممكن نعملها بالخضار بس اصد بالسمان بس بس ان انا احط معاه خضار كده انا ايه حولتها الاكل صحي اه دي كوسة لطيفة زي الفل بقطعها بالشكل ده كده معانا الكوسة معانا فلفل ملونة معانا طماطم قطعناها كريهات بالشكل ده كده الخضار ايه الجازر قالك يا اول نظر الجازر يعني فيتامين سي فيلفل ملونة يعني فيتامين سي شوفوا شكل الخضار على البنانشة بيفتح النفس ازاي يستاهلوا السمان اهو اهو حلوا قوي ده انا هجود كمان ومعايا زبيب الزبيب دايما بتشوفه في اكلة البرياني الماندي بيلاقي مع جازر كده والجو اللي هو ايه لزوم الشو مع الاكل العربي انا طبعا برضو السمان معايا شوية زبيب حلوين كده بحطوه في الاخر في قلب الرز بيدو طعم للرز بيخليه لطيفه جميل تشكيلة خضار تفتح النفس من خير ارضنا اذا كان كوسة او جازر في لفلة ملونة طماطم بصل كل ده مع بعضه ونبص عالسمان ونصلي عالحبيب ببقى السمان بقى دي كرومي سبحان الله السمان عايز المعاملة برفق شوية اللحم بتاعه ما بيستحملش الجزر علشان كده الجزر هيقناهوله وسوانا نص سوى بناخد الجزر الحلو ده كده بنوزعه انا هنا برس رصة حلوة علشان في الاخر هقل بالحلة دي كده شايفينه الخضار بترص ازاي بعد السمان ما بياخد الصدمة النارية بحط الخضار بالشكل ده كده واحنا بنحط الخضار يا ستة الكل بنحط في الاعتبار هنا الرز البسماتي يتوزع اللهم صلى على النبي عشان الرز البسماتي ما ياخدش وقت كبير منك من السوى وتهيئيه بتخسليه مرة اثنين تلاتة وتصفيه من المياه وتخليه على جامل يبقى معانا بالشكل ده كده اهو حباية الرز جاهز اهو حلو قوي اهو يوم الرز ينزل ما بين الخضار وبعضه والسمان بالشكل ده كده اهو لسه ما خلصتش ناخد الجزر ناخد الطماطم اه اللي يضرب معلتين من الرز ده بالخضار بتاعه وبالتوابل بتاعته زي الفل يا فندي اهو واد الرز المعانا حلّة على يدي اليمين متوص بيها ومخدم عليها فيها جزر فيها كرافس فيها بصل فيها توم فيها بوهرات عربية استغلت الفرصة علشان اخدها واشرب الرز ده مع الخضار اه في الشكل ده كده ايه الاخبار اه اللهم صلى عن نبي وحقوق الطبع لدينا وبس كبسة بالسمان والخضار يا نعم حلو قاوي السؤال جانا من عسوشيال ميدا دلوقتي بيقول ينفع نبدل السمان بالحمام طبعا والسمانة هتبقى الحمام هتبقى طبعا ايه بسمينة شوية والحمام بيبقى بالطبيعي بيبقى اكبر من السمان هتبقى زي الفل كبسة بالحمام وعملتها قبل كده اه نصف كده المية الحلوة دي كده ببادش مية هنا بقت شربة بوكي جارني جازر كرفس بصل توم ارفا ورق لاورا وحبان رونفل كل ده غلوة على النار حلو قوي واسبها وغطيها كده تعيش معا نفسها شوفنا التفاصيل التفاصيل بسيطة وسهلة والاكل النهاردة اكل صحي والصحة تاج على روس الاصحاء يا حودة اجيبلك الاكل ده ونيجا انا وانت نتغدى مع بعض حل على النار فيها كل حاجة حلوة فيها الحب فيها خبرة طهوية فيها سمان شايفين بدقة المية تغلق اه والمية جنبين اه زي الفل اه الخضار هنا خلي بالك نسبة المية مع رز فيه خضار بتختلف غير نسبة المية مع رز خالي من الخضار علل ولماذا؟ لان الخضار هنا بيديني السوائل ففي بدايل هنا فنخف في ايدينا من السوائل شوية اذا كان مية او شربة حاضر يا غالي حاجز يبص على السمان السمان طر من الحلة يبص عليه يلا اه سامع الصوت ده كده سامع الصوت اه 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 هنعمل ايه؟ هنعمل اه اه حركة دي اه 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 بدأ الخضار يبان شوية وهس هنلاقي السمان طلع على وش الحلة اه ما استحيل طبعا لان احطه تحتها علشان لما نقلب الحلة دي يبان السمان اهو ده زي الفول كده اهو شدت شكلة الخضار التوابل العربية عنوان المطبخ العربي ورشاكة المطبخ العربي ونزاهة المطبخ العربي نغطيها النظافة مطلوبة للامانة لان انا لما اعمل الاكلة حلوة واتعب عليها وابقى فرحان ان انا عامل طبق حلو ولادي بيحبوه الجزء بيحب الاكلة دي لازم مطبخك كمان يكون رايق ممكن جزء يرجع من الشغل على المطبخ يلاقي حاجة حلوة صاحب بيتك سكنة غارتك او جاتلك فجأة حماتك تخش لها مطبخك رايق وزي الفل والشغل معك زي الفل حلو؟ نبص على الكابسة اخرجناك جميل حيث تبص انت على السمان او الكابسة لسه بتغلي ولسه فيها السوايل بتاعتها وزي الفل بس نشوف ايه الدنيا كده اوه لا الجزر استوى ما اقولكش والكوسة اوه بوهارات بتاعتنا السمان السمان فرضية الحلة اوه ما تقلقش زي الفل اوه هنهدو النار عليها لا 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 كابسة دي بقى ما اقولكش بس خلونا بص عليها كده الاول ايه الدنيا ايه الحلاوة اللهم صلى على النبي اه طبعا ما دي تقلبش كتير بقى عشر السمان مش محتاج ان هو اللحم بتاعه شوية يعني اه خفيف وما بيخدش وقت كتير في السوا فانا مش لحمة ضانة هي قعد اقلب فيها بقى واجب اللحمة فوق لا خالص انا سيب السمان كده بطبيعته وهنغرفها دلوقتي مع بعض نشوف الخضار بتاعنا الحلو ده كده والتوابل العربية اللي هو عنوان المطبخ العربي وعنوان الكابسة ناخد السيفيز بتاعنا ده كده اللهم صلى على النبي ونحطه هنا كده ونقول يا مسهل الحال يا رب يا معين اللهم صلى على النبي نصلى على الحبيب قلبك يتيب اه ايه الحلاوة دي اشيف ايه الجمال دي اشيف ايه الحلاوة دي اه السمان اوروه لك دلوقتي حاضر بس انا عايز الشوط الروز دول مع القرن الفلفل دول اه السمان مفيش السمان في الحلاة السمان مع الروز انا بيعجبني او الشوط الروز الحلوين دول اه ده الطبيعي اه مع البصلاية المتكرملة ياوا نشيل دي من هنا حاضر يا غالي يعني ايه الاخبار السمانية اه اه لا 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 بص ارجوك ارجوك انا بحبك جبني التفاصيل وورك السمانية طالع معايا عايز ينزل في الكبسة اه 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 استوى يا راجل يا راجل يا طيب ايه ده ايه الحلاوة دي اه 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 كمان واحدة اه 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 شفت الدبوس الحلو ده كده اهو ده 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 اهو ده بتاع سمان مش بتاع روبي اهو ده اهو الف انا وشوف ده تغديد كده على بقى وطفلك الجميل الحلو بالف انا وشوف اهو تاني نشوف ده كمان مع بعض اهو السمانية اه لعمها مهري ايه الجمال والحوايس اه 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 الله اه اه بس خلاص انا بس بشوقكم عشان نعمل الاكل ده لولادنا النهاردة عشان دي امارة عناية دي امارة عشان الاكل اللي انا بعمله تقدر انك انت بعد الحلقة ما تخلص تأملي نفس الاكل ده هدفنا في البرنامج اكلة امي ولكن ايا كان الاكل ايا كان الطعم ايا كان الشيف يجتهد عمرنا ما هنوصل لطعم اكلات اماتنا مستحيل يعني اه حاضر يا فاني حالو الكلام ادي الكابسة بتاعتنا زي الفل اشتركوا في القناة